السؤال هنا هل تعتقد بأنه بعد اختيال الحاج قاسم سليماني أنه فعلا القضية الفلسطينية تأثرت وإلى أي مدى ممكن أن نقول بأنه التنسيق مع طهران في هذا الجانب قد أخذ لربما مديات أكبر تفضل وراءنا أحنا ننظر لموقف الجمهورية الإسلامية أصلا من القضية الفلسطينية وموقف تفضل فيه أخونا قبل قليل السؤال الموقف الإمام من القدس ومن فلسطين إذن الموقف الإيراني هو موقف أصيل اتجاه فلسطين وليس مرتبط بشخص بقائد عسكري أو بشخص معين ممكن يكون للأشخاص أدوار مميزة في تنفيذ رؤية الدولة اللي يمثلها لكن هذا لا يعني انقطاع الدولة عن الموقفها بغياب شخص أولاً أحنا يذكر الحج قاسم وتذكر محاسنه وتذكر حضوره في الساحة الفلسطينية وتذكر بركاته أيضاً في مسيرة الجهاد والمقاومة ودعم المقاومة في فلسطين بكل ما يمكن أن تدعم به ويعني عبر السنوات التي كان فيها قائداً وممثلاً للجمهورية الإسلامية في الملف الفلسطيني منذ سنوات التسعينات تقريباً عام التسعين لحتى اللحظة التي ارتقى فيها شهيداً لعب دوراً مهماً وكبيراً في تعزيز دور المقاومة في فلسطين على كل المستويات إن كان عن مستويات التقنية أو التدريبية أو التصنيعية أو كل ما شئت والتهريب وصناعة السلاح وكل شيء ما تتصور كان له دوراً بارزاً ومميزاً وأنا أدرك أنه يمكن أحد أسباب الإغتيال أيضاً هو مواجهته لإسرائيل عدا عن حضوره ومواجهة داعش هنا في العراق لكن أيضاً ملف الفلسطيني كان حاضر في عقل الأمريكان عندما اتخذوا قراراً باغتياله والتقديرات كلها أنه إسرائيل كانت خلف فكرة اغتيال الحاج قاسم لكن كون إسرائيل لم تقدم على الخطوة أو لم تستطع الاقدام على الخطوة فتم التنسيق مع الأمريكان في كل الأحوال ومع ذكر دور الحاج قاسم الكبير والمهم والذي كان يعيش معنا في كل التفاصيل الحياتية والتسليحية وحالة المقاومة والنقلات الكبيرة لكن أقول أنا مسألة مهمة الحاج قاسم كان يمثل الجمهورية الإسلامية وهذا كل الجهد ليس من الحاج قاسم هذا جهد الجمهورية الإسلامية وموقفها الداعم والمؤيد والمسان الحاج قاسم كان خير من يمثل الجمهورية الإسلامية في الميدان أنا أؤكد هنا أن موقف الجمهورية الإسلامية لم يتغير بالنسبة للدعم ويمكن أحنا كنا يعني ألفنا بقلوب العربي وألفنا على الحاج قاسم حضوره الدائم والمستمر لكن هذا أيضا غيابه لم يؤثر على حجم الدعم وحجم التأييد الجمهورية الإسلامية للقضايا الفلسطينية وقضية المقاومة ودعم وتأييد المقاومة وإخوة آخرين الآن يمثلون حالة الدعم والتأييد وممثلين بالحاج إسماعيل وإخوانه الآخرين وأنا أقول أنه دور الجمهورية الإسلامية دور يعجز يعني نعجز عن أحيانا شرحه وشرح تعقيداته بهذا التحدي وبهذا الإصرار وبهذا الصمود يا أخوان أنا أقول لكم أنت تذهب لدول عربية كثيرة يعني يعني هم يديرون وجوههم عننا يعني عن فلسطين ما بدهم يعلقوا مع الإسرائيلي ما بدهم يقربوا على ملف علاقة بإسرائيل ما بيقربوا على ملف يغضبوا في الأمريكان الإيراني بيحملنا وبعلمنا يعني أنا في أحد المرات لعسبيل هذه الصراحة هنا كنا في جلسة مع إخواننا مصريين وكذا وبناقشوا قالوا شو طبيعة علاقاتكم مع الإيرانيين أنا كنت جاوبهم على هذا السؤال عشرات المرات وإحنا فلسطينيين طيب يعني كترة السؤال استدعتني أنا قل له أنا أشرح لك ببساطة شو يعملوا الإيرانيين مع الفلسطينيين قل له يحسب علي ذاك الإيرانيين يدعمون المقاومة بالمال والسلاح والتأييد والتدريب ويجبون لنا أكل وطعمونا وشمومونا الهوى وكذا ويدفعوا أجال الفندق اللي إحنا مقيمين فيه في مصرهم فهمت علي كيف فهذا هو حجم إيران مش إحنا لا نخفف أنا أقول لكم اليوم الشهداء اللي عنا واللي بتنسوا في البيوتهم وتتدموا لبيوتهم الإيرانيين يدفعوا لهم تعويضات لعادة بناء المزل يا أخوان يعني أنتوا حتى السلاح اللي بيقاتلوا فيه الفلسطينيين حتى التعويضات البيوت المهدومة حتى يعني إحنا في غزة عشان أكون مميزا بغزة دفعوا دول العربية تعويضات وكذا بالشكل رسم بس اليوم إسرائيل تهدم بيت في الضفة والبلغد وأوله هذا كله الإيرانيين يدفعوا السلاح أيضا اللي بيقاتلوا فيه الفلسطينيين هذا منهم يا بيدفعوا ثمنوا الإيرانيين يا بيوفروا هذا كله عملية مستمرة أنت بتحكي عن 30 سنة 30 سنة نفقات أنا أقول لك أنا إذا بدأ أحسب شو دفعوا الإيرانيين للفلسطينيين عبر 30 سنة أنا أقول لك مليارات الدولارات يمكن الناس تستغرب احسبوا شوفوا شو نفقه مليارات الدولارات وفي حين دول العربية لا تدفع 100 دولار أنت تقول إيران تدعم الشعب الفلسطيني منذ قدوم الإمام الخميني إلى قيام الجنفرية الإسلامية وأنا لا أقول بعشرات مرة على سبيل المثال لأن تشوفوا حجم الدعم الإيراني في أحد المرات لخ خالد مشعل هو الرئيس حركة حماس كان وأحنا في اجتماع الفصائل قال هذه الرواية أنا بحكي عن إلسانه وهو هاي قال التقيت شعود الفصل طبعا وزير الخارجية السعودية الله يرحمه توفاه الله فسأل شعود الفصل خالد مشعل قال له شو يدعموكوا الإيرانيين يعني أنتم اللي ملزقين فيهم يعني هاي فكوكوا منهم شو بيعطوكوا دعم قال له خالد في وقتها قال له بيعطونا بالسنة 150 مليون دولار قال له والله إذا بيدوكوا 150 مليون في الدولار دولار خليكوا باقيين معهم طيب أنا من هذه النقطة أقول لك عشان لما أقولك مليارات لما أقول 150 مليون دولار سنوية أنا حماس اضربهم في 10 سنين قدش بطلع مليار ونصف دولار اضربهم في 20 سنة بطلع 3 مليار دولار هذا حسبه بسيط مش أنا اللي حطيت هاي لحماس فقط فما بالك إن كان المبلغ أكبر من ذلك سوى